أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا البث المباشر نزيف الطلاب في الغرب مقتل شاب أردني في ألمانيا بسبب منشورات عن فلسطين بالتزام مع الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة من الكيان الصهيوني جرائم ومجازر مروعة وبشعة تحدث الآن في قطاع غزة مع الأخبار والصور التي نراها هناك أيضا معركة أخرى في الغرب وهي قتل النشطاء والمؤثرين والطلاب في الجامعات الغربية الخبر الذي معنا هو مقتل الطالب الأردني محمد أسامة بركاته في ألمانيا على أيدي مجموعة من الطلاب في مدينة همبورغ بسبب دعمه لغزة والشرطة تنفي وجود جريمة قتل الشاب محمد بركاته اللي انتوا شايفينه في الصورة هذا عمره واحد وعشرين سنة رحمة الله عليه من أصول فلسطينية ولكن أسرته تعيش في الأردن وكان يدرس تخصص تكنولوجيا المعلومات في مدينة همبورغ وكان يعرف ركزوا على هذه النقطة كان يعرف بتفوقه وأخلاقه الحميدة وتواصله المستمر مع رفاقه في الجامعة يعني شاب نشيط وشاب مرح وشاب متحرك مش من السهل أنه طبعا يعمل في نفسه شيء أو يؤذي نفسه المهم نشط هذا الشاب في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نصرة فلسطين وتعريف الناس بجرائم الاحتلال في غزة وفجأة تلقت أسرته مكالمة هاتفية تفيد مقتله في مدينة همبورغ بحسب صحيفة الغد الأردنية فإن مجموعة من الطلاب استدرجوه في مكان متفق عليه وأطلقوا عليه الرصاص وأصيب برصاصتين في الرأس ومات على الفور وهناك مؤشرات على وجود جريمة كراهية بحسب التحقيقات الأولية وفي المقابل نفى الحساب الرسمي للشرطة في همبورغ علمه بوقوع جريمة قتل لطالب أردني وقال عبر منصة X نفترض حاليا أن هذه أخبار مزيفة وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا رسميا قالت فيه إنها تتابع حادثة وفاة يعني خلي بالكم وزارة الخارجية الأردنية قالت إن هذه حادثة وفاة وليست قتل ولا مقتل أو شيء من هذا حادثة وفاة مواطن أردني في مدينة همبورغ الألمانية وأن السفارة في برليم بدأت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة لنقل الجثمان إلى الأردن بالتنصيق مع ذوي الطالب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يصبرهم شباب زي الورد يغتالون في هذه الدول الغربية ثم بعد ذلك يقولون هذا الشاب قتل نفسه كما سترون بعد قليل طبعا مصادر هذه المعلومات كلها أنا ذكرتها في الخبر هنا صحيفة الغد الأردنية تقول بعد منشور دعم فيه غزة مقتل طالب أردني في شبهة جريمة كراهية بألمانيا كشف مصدر مطلع للغد عن مقتل طالب أردني 21 عاما برصاصتين في الرأس بألمانيا قبل يومين على خلفية شبهة كراهية بحسب التحقيقات الأولية ووفق المصدر فإن جثمان الطالب لم يصل إلى الأردن بعد ومن المتوقع وصوله نهاية الأسبوع الحالي بعد انتهاء التحقيقات من قبل السلطات الألمانية وعلمت الغد أن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام طلبة في الجامعة باستدراج الشاب إلى مكان متفق عليه وقام أحدهم بإطلاق رصاصتين إلى رأس الطالب على خلفية شبهة قومية وكراهية بعد منشور تضامني كتبه عن غزة عبر صفحته على فيسبوك إذاعة منتكارلو الدولية الفرنسية خلي بلكم هذه إذاعة ليست أردنية ولا هي عربية هي أصلا فرنسية ناطقة باللغة العربية طالب أردني قتل برصاصتين في الرأس في ألمانيا بعد بروزه كناشط ومشاركته في حملة التضامن مع غزة ركزوا في هذه العنوين لأنه هنسمع بعد كده بقى يعني بعد ما تنفضح الجريمة هتبدأ الشرطة الألمانية تنفي هذا الشيء محمد أسامة بركات طالب أردني كان يدرس تكنولوجيا المعلومات في إحدى الجامعات في مدينة همبورغي بألمانيا عندما قتل بالقرب من محل سكنه برصاصتين في الرأس وفارق الحياة بعد ساعات في المستشفى المثير للجدل أن أسرة هذا الشاب لم تعلم بوفاته إلا بعد أيام من وفاته بالمناسبة يعني هذه معلومة أيضا من ضمن المعلومات يعني لو أن هذه الأسرة أبلغت بعد إطلاق الرصاص مباشرة هذا نفس اللي حصل مع الشاب أسامة البيتي الشاب أسامة البيتي له قصة موجودة على قناة شون إسلامية ادخلوا شفوها اكتبوا قصة الشاب أسامة البيتي هذا الشاب قتل في ألمانيا وبنفس الطريقة بقي فترة ينزف في المستشفى ثم بعد ذلك أبلغوا الأسرة والسفارة أنه قد قتل نفسه يعني شوف يا جماعة يعني عملية اغتيال مدبرة حصلت وهذا الشاب كان متدين ومتفوق وشاب رائع وقريب جدا من العائلة ومحب للناس يعني ما الذي يدعوه لفعل ذلك نرجع تاني لموضوعنا إذن عندنا صحيفة الغد الأردنية عندنا مونتي كارلو الدولية عندنا أيضا قناة الغد الأردنية نفس الكلام عمان تتابع الحادثة هل قتل الطالب الأردني طبعا هم بيذكروا الروايات المختلفة وقناة العربية صراحة يعني عقبني العنوان بتاع قناة العربية لأنه هي أصلا القناة هذه مستحيل أن تنشر حقيقة يعني مباشرة غموض بقضية مقتل طالب أردني في أمان غموض شيء قامض يعني هذا الشاب قتل فأكيد ده شيء قامض وهنا ذكروا أيضا أنه ورد اتصال هاتفي لذوي الطالب الأردني محمد أسامة بركات يفيد بمقتله مساء يوم الثلاثاء في مكان تواجده في هامبورغ بس بقى هو ده لنا بكلم عنه هذا الشاب قتل يوم الثلاثاء الماضي يعني هذا الشاب قتل يوم الثلاثاء الماضي بقاله خمسة أيام يعني أطلق عليه الرصاص ولم تعلم الأسرة ولم يعلم الإعلام ولا أي أحد ولا سمع أحد عن الخبر إلا أمس هذا معنى أي؟ معنى أنهما كانوا يرتبوا لطمس الجريمة ولإنهاء كل شيء المهم خلونا نكمل هذا الموضوع ونروح بقى على وزارة الخارجية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أصدرت بيانا وتكلمت فيه عن حادثة وفاة مواطن أردني في مدينة هامبورغ دون أي توضيح ولا أي شيء وللأسف هذا البيان أثار الجدل بسبب استعمال كلمة وفاة وغالبا أنا أقول لكم على معلومة نفس الكلام اللي حصل مع هذا الطالب أيضا يا جماعة السفارات والقنصليات في الغرب أو في أي دولة في العالم تتعامل مع المعلومات التي تقدم إليهم من السلطات الرسمية وغالبا لا يبحثون عن أي صدام مع السلطات الرسمية أنا أقول لكم هذا الكلام بعد متابعة دقيقة لكثير من البيانات والأشياء التي تصدر عن هذه السفارات عندما تحدث واقعة لطالب أو لشخص أو لأطفال أو أي شيء نادرا من النادر يعني هذا شيء نادر أن السفارة تتصادم مع الدولة التي هي فيها بيكون عندهم ولاء قريب يعني أقرب للولاء لهذه الدولة أو عندهم علاقات ومش مسدقين مثلا أنه والله يكون حصل كذا بيقول لهم الشرطة أو المخابرات هناك تقول لهم كذا يقولون خلاص نادرا إذا كان هناك قرار سياسي من الدولة باستصادم مع هذه الدولة نعم السفارة تتعامل بهذه الطريقة لكن في الغالب السفارات تعتمد المعلومات التي تقدم إليها السفارات سواء كانت عربية أو أجنبية حتى تعتمد المعلومات المقدمة إليها والمثير الجدل أن السفارات الغربية غالبا إذا حصلت واقعة قتل في دولة عربية لا ما بتاخد الرواية الرسمية هكذا بسهولة وكلكم عارفين فضلوا وراء هذا الشاب الإيطالي الذي قتل في مصر لحد ما قابوا أراروا وقابوا الضابط وقابوا المكرباص وقابوا الكاميرات وقابوا كل شيء لمدة سنة أو سنتين وهذه القضية تتداول في الإعلام والآن نرى الآن آلاف الأطفال يقتلون ولا بواكية لهم حسبنا الله نعم الوكيل نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج لأهلنا في غزة هذه كلها توابع الحرب اللي بتحصل في غزة وهذا كله من التحريض الصهيوني وألمانيا هذه معقل النازية والصهيونية سويا تخيلوا الآن ألمانيا النازية المشهورة بالنازية التي فعلت وفعلت أصبحت الآن هي أكبر داعم للصهيونية لدرجة أنها كدولة أوروبية لا علاقة لها يعني أتكلم عن الجغرافيا أو الثقافة أو الفكر لا علاقة لها بهذا الكيان اللقيط تشترط على المواطنين التوقيع على ورقة بالاعتراف بالكيان الصهيوني قبل الحصول على الجنسية هذا شيء غريب جدا ولكن سبحان الله هؤلاء يدعمون بعضهم البعض مجرمين مع بعض فهذا الذي يحدث الشرطة الألمانية شرطة هامبورغ زي ما أنتم شايفين الحساب الرسمي لشرطة هامبورغ يقول يوجد حاليا بلاغ متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بمقتل طالب أردني في هامبورغ لا علم لنا بهذا الأمر ولا توجد أي مؤشرات على جريمة قتل يمكن ربطها بهذا الأمر يعني هو بيقولك ببساطة شديدة إحنا ما نعرفش أي شيء أو أي معلومات عن هذا الأمر وما فيش جريمة وهنا كمان بيقولك في هذا التعقيب نفترض حاليا أن هذه أخبار مزيفة يرجع عدم نشر الرسائل التي تحتوي على هذا المحتوى يعني بيقول للناس محدش ينشر عن هذا الموضوع وقفلين التعليقات طب ليش مش فاتحين التعليقات أنا بسأل شرطة هامبورغ الناس اللي هم بتوع حرية الرأي بالتعبير ليش ما تفتحوا التعليقات عشان الناس تفضحكم ماش محدش يقدر اهو ما فيش من يمكنه الرد يمكن الحسابات التي أشار إليها بوليزيا هامبورغ اللي هو حساب البوليزيا هو فقط الهم اللي يسمحوا لفلان الفلان أن يعلقهم واسمحوا لحد لماذا أغلقوا التعليقات على هذا المنشور لأنهم يعلمون أن هناك عدد كبير من الناس سيدخلون ويفضحون هذا الكذب لأنه فيه فعلا جريمة قتل يعني بعيدا سواء هنفترض يعني أنها زي ما بيقولوا أنه قتل نفسه فيه جريمة قتل موجودة فيه أحداث وفيه أمور وفيه تحقيقات أولية لكن للأسف وهذه عادة هذه الشرطة لما يكون شخص أجنبي يقتل صدقوني على طول بينفوا وبيطلعوا بدون أي تحقيقات ولما يكون أي شخص محلي يعني من أبناء البلد أو أوروبي يعني يقول لك والعرب ومش العرب والقصص هذه ويستعمل ويحطوا صور الناس ويشهروا بيهم حتى لو لم يكنش في أدلة فهذا حساب الشرطة الألمانية ينفي أن هناك جريمة قتل ثم بعد ذلك نشرت الصحافة الألمانية الصحافة الألمانية المتطرفة وطبعا هذه هي الرواية الحالية نشروا إيه بقى؟ الإدعاء الكاذب بالقتل ضد العرب يثير الغضب يعني هما كمان غضبانين تخيلوا يا جماعة عندنا شاب زي الورد زي هذا قتل بدم بارد برصاصتين في الرأس من قبل مجموعة من الصهاينة داعمين للصهيونية في ألمانيا وما أكثرهم يعني هما يحسسون أن البلد خالية من الصهاينة هي أصلا بلد صهيوني وكمان هما زعلنين أن الناس المسلمين والعرب بينشروا عن هذا الشاب كتب لك هنا أنه في غضب يعني غضب في ألمانيا وشوفوا هنا الخبر طبعا ترجم باللغة العربية هناك ضجة كبيرة في العالم العربي بشأن جريمة قتل المسترة لأردن في همبورغ الواقع أيضا فضيع لكنه مختلف من النادر أن تبلغ الشرطة عن حالات الانتحار وأن تقوم الصعافة بالإبلاغ عنها أما في حالة الطالب البالغ من العمر 21 عاما فإن الأمور مختلفة لأن وفاته أصبحت قضية سياسية كبيرة ووفقا هو يقولون أنه انتحر في نادي هذا النادي هذا نادي للرماية خلونا نشوف النادي ده هذا نادي للرماية في همبورغ يقولون أن الشاب انتحر فيه طيب صحيفة مونتي كارلو الدولية تقول قتل بالقرب من محل سكنه برصاصتين في الرأس وهنا يقولون أنه قتل فيه أو هو انتحر في نادي للرماية يعني من نصدق لكن نكمل هذا الكلام ويقولون ومع ذلك فإن المؤثرين المؤيدين لفلسطين ينشرون أنباء مفادها أن الشاب ربما قتل بسبب منشورات التي تنتقد إسرائيل ويستخدمون اسمه وصورته لإثارة الغضب والغضب في العالم العربي وكأنه يعني إحنا محتاجين حالة زي ديت عشان نكشف أنكم مجرمين تمحنا كل يوم مئات الشهداء في غزة كل يوم قصف من الربيبة الصغيرة لكم التي تغذونها بالأسلحة وبالدعم السياسي والإعلامي يعني إحنا محتاجين لإثبات أنكم مجموعة من القتل المجرمين ارتكبتم مجازر كثيرة في حق الشعوب الأخرى عاوزين نثبت هذا فنروح نخترع حادثة شاب زي كذا يعني الصور الأطفال وصور النساء في غزة تغني عن كل شيء لا نحتاج أصلا الأمر لا يحتاج وأنتم بلدكم خطبها السياسي متماهي تماما مع الكيان الصهيوني المهم يقولون أكدت شرطة هامبورغ أن أردنيا يبلغ من العمر 21 عاما أطلق النار على رأسه بمسدس يوم الثلاثاء وتوفي متأثرا بالإصابة تخيلوا واحد يطلق الرصاص على رأسه رصاصتين يا جماعة يعني حسب التحقيقات الأولية فيه رصاصتين في دماغه يطلق الرصاصة الأولى والثانية مستحيل يا جماعة يا جماعة أنا بس عاوزة أخليك تتصور أن واحد يشكك بإبرة بس أنت لو واحد شكك بإبرة بتنتفض يعني بعض الناس يعني هو هيبقى هيبقى ماسك كده عصابه ومركز إيده وبعض الرصاصة الأولى والرصاصة الثانية هيفضل ثابت لأنه المسدس مش زي الرشاش مثلا الرشاش بيطلع كذا رصاصة في الوقت واحد لكن المسدس هي رصاصة برصاصة فأنا عايز أسأل سؤال وهذا للناس المتخصصين اعتبروني أنا جاهل بهذا الشيء وفعلا يعني أنا مش عنديش خبرة كبيرة فيه واحد يقدر يطلق على راسه رصاصتين بشكل متتالي وينتحر بهذه الطريقة لأنه يا جماعة مع الرصاصة الأولى أكيد جسمه بيختله وبيفقد أعصابه وبينسحب منه الأعصاب ده الواحد لما يعني أنا بقول لما شك الدبوس واحد يشكه كده بإبرة أو يعمل حاجة بيقوم من مكانه أو بيتحرك أو بيعمل شيء هل معقول يقدر يعمل كده؟ سبحان الله يقولون وبحسب معلومات موثوقة من موقع هذا هو الرجل الذي تم تصويره على أنه ضحية جريمة قتل في العالم العربي يا سلام يا مقرمين يا مقرمين يا كلاب آسف على هذا الكلام يقول لك وبحسب معلومات موثوقة فإن هذا الرجل تم تصويره على أنه ضحية ضحية جريمة قتل في العالم العربي حسبنا الله ونعم الوكيل وقول لا يوجد دليل حاليا على أنه قتلوا كلام ده كله حسبنا الله ونعم الوكيل هذا بسرعة شديدة جدا أصبح الموضوع تلم في يومين ثلاثة طب ليش ما أبلغته من البداية؟ لما هو أطلق الرصاص على رأسه وليش وين الصور؟ وين كاميرات المراقبة؟ يعني أنتم تستطيعون الآن ضحض كل هذه الافتراءات حسب زعمكم طلعوا فيديو ولا نادي الرماية هذا مفهوش أي شيء؟ يعني هذا نادي للرماية المفروض أنه مكان مكان عام فيه كاميرات مراقبة وين كاميرات المراقبة؟ وين الفيديو الخاص الذي فعل فيه ذلك؟ أتحداهم أن ينشروا ذلك؟ يعني على فكرة لو كان الخبر صحيح ونشروا الفيديو ماشي خلاص كل الناس هتسكت أنا أول واحد هيسكت وأول واحد هيصحح الخبر شخصيا أنا هكتب على تويتر تم نشر فيديو لانتحار هذا الشاب خلاص وخلاص التالي القضية أنا الآن أستند إلى مصادري إلى صحيفة الغد ومونتي كارلو الدولية وكذلك أيضا الواقعة نفسها مش معقولة أن واحد يقتل نفسه برصاصتين ويكون ناشط والشاب هذا مبارح ناشط وعمال ينشر ويفضح في الكيان الصهيوني وفجأة يقتل نفسه بالله عليكم هذا الكلام ممكن أبلغوني في التعليقات تعالوا نذهب إلى طبعا الشرطة والنيابة العامة في همبورغ تصرحان في الأثناء الوسائل الإعلام بأن الشاب الأردني محمد بركات قد أنهى حياته بنفسه في نادي رماية في همبورغ في 19 ديسمبر متأثرا بجراحي جراء إطلاقه النار على رأسه وطبعا هذا حمزة يقول الموضوع ما ينسكتش عليه الموضوع ما ينسكتش عليه فعلا والله الموضوع ما ينسكتش عليه جماعة دم رخيص يا جماعة دمنا صار رخيص عند هؤلاء المجرمين صاروا يتعاملون معنا كأننا لا شيء وحسبنا الله نعم الوكيل أنا نشرت كلام نفس الكلام حصل لطالب يمني اسمه أسامة البيتي أدعوكم بعد هذا البث اكتب عندك في ورقة أو في أي شيء اكتب قصة أسامة البيتي على يوتيوب وتفرج على الفيديو أخته عملت مشاركة معنا في اللقاء المفتوح قتلوه وقالوا انتحر وهذه قصته شوفوا هنا أخونا ردوان قال تعليق جميل جدا وأنا عجبني التعليق هذا ردوان يقول يقولون أنه انتحر في نادي الرماية أولا كيف ممكن لشخص أن ينتحر برصاصتين في الرأس هذا أول سؤال كل الناس نسأله ثانيا نوادي الرماية في أوروبا لا تقبل بأي شخص ولها متطلبات كثيرة للعضوية فما بالك إذا كان الشخص أجنبي وعربي ومسلم من المستحيل أن يتم قبوله على فكرة وزيد على ذلك أنه طالب يعني لسه طالب جديد يعني هو 21 سنة أكيد مسافر بقاله سنة أو أقل فسبحان الله كده اندمج في المجتمع الألماني وصار عنده عضوية في نادي أو يدخل نادي الرماية ويمكنون من أنه يمسك يعني بنادق أو مسدسات وأشياء من هذه هل هذا معقول يا جماعة هل هذا معقول هذا الشيء يحتاج أن أنت تأخذ فترة طويلة وكذا وكذا لا أنا أعتقد أن كلام هذا الأخ منطقي مرة أخرى أذكر بواقعة أسامة البيتي لكن خلونا نستعرض سريعا عشان أنا طولت عليكم كان هدفي أننا أعلق سريعا على هذا الموضوع وأفن تكذب هؤلاء وذكر الجميع أنه في بداية الأحداث أيضا هناك طالب في الولايات المتحدة الأمريكية عمره 19 سنة هذا الطالب هو عبد الرحمن مفتي وهو جزائري الأصل قتل بدم بارد ألقي من طابق علوي وقالوا أنه انتحر تفاصيل جريمة القتل الجديدة التي وقعت في أمريكا بسبب التحريض الغربي ضد المسلمين على غرار مقتل الطفل الفلسطيني يوم السبت الماضي مجموعة من الطلاب يلقون الشاب الجزائري المتفوق عبد الرحمن مفتي 19 سنة من الطابق السادس في جامعة ولاية مونتكلير الأمريكية بسبب دعمه لفلسطين إدارة الجامعة أي وتزعم أن الشاب انتحر ونفت وجود شبهة جنائية نفس الكلام ونفس القضية ونفس الطريقة التحريض على الأطفال والشباب المسلمين في الغرب أصبح علنيا والله أصبح علنيا هذه واقعة لم يمر عليها شهرين هذه واقعة أخرى مشابهة زي واقعة أسامة البيتي زي واقعة الشاب الأردني هذا رحمة الله عليهم أجمعين وننسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء أذكر الجميع أيضا قبل أن أختم هذا البث أن حوادث قتل الطلاب المتفوقين والطلاب اللي عندهم نشاط قوي والطلاب الذين لا يرضخون للأفكار والقيم الغربية منتشر بشكل كبير على سبيل المثال وأنا جئت لكم بمصادر شتاء هنا سكاي نيوز عربية ونحن عارفين هذه القناة منحازة للغرب أصلا قبل تخرجه بشهرين الكلام ده في شهر مايو اللي فات مقتل طالب أردني بالرصاص في كاليفورنيا هذا الطالب الأردني كان فضله شهرين ويتخرج ويرجع على بيته وأهله كانوا مستنيينه هذا الطالب قتلا هذا الطالب قتلا بدم بارد في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية نفس الكلام مقتل طالب لبناني بأمريكا بعد ساعات من نيله جائزة علمية هذا الكلام حصل أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كاليفورنيا وذلك بعد ساعات قليلة من حصوله على جائزة علمية على بحث علم أجراء يعني احنا بنتكلم على الطلاب المتفوقين بنتكلم على الشاب الجميل هذا محمد أسامة بركات بنتكلم على الشباب الآخر الذين قتلوا كأمثال هذا الشاب أيضا الشاب الجزائري وهنا أيضا الطالب الأردني وهنا أيضا طالب لبناني وهنا أيضا هذا أحد الطلاب طالب سعودي في الولايات المتحدة الأمريكية كان يستعد للتخرج والعودة إلى عائلته لكنه قتل طعنا أترك لكم التعليق على هذا الخبر وعلى هذه الأخبار شايفين الروايات متشابهة إزاي جماعة الطلاب المتفوقين اللي بيكونوا خلاص أخذوا العلم ورجعين على بلدهم هما عندهم خطة هناك في الجامعات أن الطلاب اللي هيأتوا عندهم بعد فترة هيتطبعوا بالثقافة الغربية وسيعيشون في هذه البلاد أي طالب يخرج من هذه العباءة وهذا لا ينفي أنه في ناس بتخرج لكن صدقوني فيه استهداف هذا الكلام يؤكد لكم استهداف واضح للطلاب العرب المسلمين المتفوقين في الدول الغربية وأي واحد يقول لك كلام غير ذلك أنا عندي على فكرة حالات كثيرة أنا بس الآن عشان بس وقت الفيديو ما يطول أكثر من اللازم بصراحة ما كان لازم يصير أكثر من 20 دقيقة سريعا هنا أيضا أسرة سعودية تشكك في تقرير بريطانيا حول قاتل ابنتها أيضا في هذه طالبة المبتعثة سعودية كانت متفوقة في بريطانيا مقتل طالب مبتعث سعودي في أمريكا متأثرا بإصابته وبالمناسبة لو بحثتم في جوجل حول مقتل مبتعث سعودي ستجدون العجب العجاب مئات حالات القتل للطلاب المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية يعني شيء مخيف وفي أوروبا بصفة عامة شيء مخيف بصراحة فنحن نقول هذه جريمة قتل إلى أن تثبت الشرطة الألمانية أو نادي الرماية أو غيرهم أو المدعي العام أو النيابة أن يثبتوا الحقائق بالفيديو وبالأدلة وإلا فهذه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد هذا الشاب كان ينشط لنصرة فلسطين ويفضح الكيان الصهيوني وما حدث معه جريمة اغتيال واضحة جدا لكل شخص يعلم حقيقة هذه الدول الغربية وهذا درس أيضا لأبنائنا وبناتنا الذين اطمحون إلى السفر إلى هذه البلاد من أجل الدراسة صدقوني إذا لم تندمجوا وتنصهروا معهم وتصبحوا مثلهم فحياتكم في خطر لن تعيشوا حياة سليمة وهذه الجماعات مليئة بالبلاو والمشاكل إن شاء الله هل نقشها في موضعات أخرى في مناسبات أخرى وحسبنا الله نعم الوكيل وإن لله وإن إليه رجعون أنا أقول لكم إذا لم تصدر تقارير رسمية من الشرطة والنيابة الألمانية فيها أدلة وصور وفيديوهات فهذه جريمة قتل لا يمكن أن نراها بخلاف ذلك حسبنا الله نعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته